أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلا حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشان إنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وبموجب هذا المرسوم تنشأ في إمارة الشارقة مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة للتصارف في شؤونها ويكون له الاستقلال المالي والإداري ونص المرسوم على أن يصدر قانون بتنظيم أهداف المؤسسة واختصاصاتها وصلاحياتها